بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالنسبة لأبنان طلاب الصفاء السالس السنوات إن شاء الله مرد معنات است أن ينتين من كتاب المعاصر ولكن دائماً مع بعض اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالنسبة لكوشن نمبر ون بورتساد is one of Egypt's more important طبعاً بورتسايد واحدة من أهم إيه بورتس يعني الموانين المصرية يعني ولي الأمر الجيد is loving and space طبعاً هنا is loving يعني محب and dedicated يعني مخلص الكورنك space is a world famous monument طبعاً الكورنك تنبل معبد الكورنك من المعالم مهمة في العقاة أو المشهورة في العالم the Giza necropolis is a well known space in Egypt طبعاً هنا الجيزة تعتبر land remark يعني معلم بارس في مصر I was very surprised أنا كنت مدهش جداً when I came across my old friends when I came across يعني يجد بالصدفة أو يقابل صدفة صديق قديم as peace is a traditional story قصة قديمة particularly يعني على الأخص كده one that relates to people's early history تاريخي للناس في البداية works of lens to what the natural or social phenomenon يعني ظاهرة اقتماعية أو طبيعية طبعاً هنا myth يعني أسطورة I miss peace as a small tree to move it it has deep roots طبعاً هنا I am digging up أنا بحفر الاستخراج الشجرة الصغيرة طبعاً هنا dig up يعني يستخرج it is peace easy for the man to walk last week because he had a broken leg طبعاً هنا lost يبقى it must have been easy كان سهل ولا كانت have been طبعاً كان صعب أن الرجل يمشي لأنه كان رجل مصابة أو مقصرة طبعاً هنا كان سهل يعني معناها استحالة أو لا يمكن فاتن's trip يعني رحلة فاتن space really enjoyable because he wrote a long block about it طبعاً لا بد أن هي كانت رائعة لأنه كتب عنها يبقى must have been لا بد يعني must have my assistant my assistant المساعدة space understood my instruction يعني فيهم التعليمات he did the opposite عمل العكسي باستحالة يبقى can't to have طبعاً عندنا can't have understood لأنه بست all the students كل الطلبة answered that question كل الطلبة أقبل أسؤالك it is based so easy لابقى لابد أن هو cancels it must have been so easy it must يعني لابد طبعاً لا بش حاجة عندنا اسمها mustn't have التصريف الثلاث تركيبته خطأ هي must have التصريف الثلاث as an expert farmer كفلاح خبيب my grandfather a lot about groups طبعاً هنا used to know اهتاد على معرفة طبعاً هنا I used to know لكن منفعش نستخدم would know لأن الفعل أصلاً هو من الأفعال التقررية والأفعال التقررية لا يأتي معها would when I was younger عندما كنت صغير I feel so upset when I lost something طبعاً هنا I used to getting طبعاً من منفعش ولا gets I would get طبعاً بتديني معنى هنا ايه used to which sentence is puncture waited correctly يعني على ما الترق ما صح what amazing news طبعاً هنا what amazing جنود لابد يكون كي عالم التعقوب طبعاً دي خطأ what amazing news the police have found uncle طبعاً uncle هنا found uncle idols called the idols l-s طبعاً what amazing news the police طبعاً which job do you want to do الوظيفة التي تحبت تفعلها when you leave school لما تغادر المدرسة 150 years ago يعني من 150 عام there were there weren't many choices من كانت في خيارات كثيرة some people took academic jobs إنسكت بتأخذ أو تتولى وظيفة أكاديمية such as becoming a galer لا تصبح محامي or an accountant أو محاسب others that took jobs بتأخذ أو تتولى وظيفة that needed vocational skills بتتطلب مهارات مهنية such as being a farmer كونك فلاح today however there are hundreds of new kinds of jobs يعني توقل المئات من الوظيفة الجديدة which we didn't have just 10 years didn't have لسيديها عشر سنوات أو ليست كنت موجودة من عشر سنوات this is good news for young people لدي أخبار كويسة للشباب today because there are many new and exciting jobs that they can do أن هناك وظائف جديدة ويهما يقومون بها an example is computer programming كمثال الوبرمكس الكمبيوتر for mobile phone companies لشركة الموبايل mobile phones are developing every year الموبايلات بتطور كل عام and the phone companies شركة الموبايل need people to help to develop them محتاج الناس تطورها even more يعني أقصر another new job وظيفة أخرى is something called library science يعني علم المكتبة this is knowing how to how to understand information كيف تفهم المعلومات on the internet على الانترنت this is very important for business وليهما جدا في عالم العمل which have a lot of information محتاج الكسير من المعلومات about their customers and الزبائن and wanted to know how to use it وكيفية استخدامها so they can sell them things يبعون الأشياء so there are a lot of opportunities يعني for us for work in the future للعمل في المستقبل but they may not be the jobs that you have heard of before وليست من العمل الذي تسمع عنه الآن the best title for this passage أفضل عنوان vocational jobs وظائف مهنية vocational academic jobs يعني وظائف أكاديمية unwanted jobs وظائف غير مرغوبة ever-changing jobs طبعا هنا ever-changing jobs يعني وظائف قابلة للتغيير أو دائما في تغيير which of the following sentence is correct أيما صح jobs today are similar to those in the past الوظائف الآن متشابه مع وظائف الماضي طبعا خطأ jobs in the future will be more traditional الوظائف هكون تقليدية في المستقبل طبعا خطأ jobs in the past were only professional وظائف الماضي كانت مهنية فقط jobs in the future will be different from those in these days طبعا هنا صح الوظائف في المستقبل هتختلف عن الوظائف في المستقبل the main idea of the passage الفكرة الرئيسية القطعة is that jobs in the future وظائف المستقبل might not exist today ربما لا تكون موجودة الآن will be vocational مهنية فقط will be the same وكون نفسها will be the same as 115 years ago مثل وظائف منذ 150 عام طبعا هنا might not exist today ربما لا تكون موجودة الآن which of the following jobs according to people do 150 years ago الوظائف اللي الناس مكتش بتقوم بها منذ 150 عام طبعا هنا كمبيوتر programming لبرمجة الكمبيوتر طبعا دي مكتش مقولها من 150 عام according to the passage يعني وفقا للبسج القطعة customers are people who ربير يصلحوا من فقط يعني يحلل buy طبعا customers يعني بيشتري the best sentence which is summarize the passage يعني لونا اللي بيطلخصونا the passage academic jibs will reveal الوظائف الأكادمية هيتعم in the future pilots and astronauts will be the most needed الطيارين ورواض الفضاء يكونوا أقصر احتياجا أو حاجة أو الوظائف المحتاجين اللي هي في المستقبل in the future ولا jobs in the future will be connected with computer and technology طبعا هنا الوظائف في المستقبل هتكون مرتبطة بالكمبيوتر والتكنولوجي الى التكنولوجي بالنسبة لدينا the writer think that we should الكتب يعتقد we should change our jobs نغير الوظائف prepare children for food طبعا هنا إن إحنا نعد أطفالنا لـ for the future according to the passage who can benefit well from new jobs من لا يستفيد أكثر موظائف القديدة طبعا اليوظ اللهم الشباب بالنسبة لدينا passage number two أو القطعة اللي السانية sometimes يعني أحيانا people may be punished for things they don't do أحيانا النص توقف على أشياء لم تفعل do you think that we should stop doing good things in case we feel danger هل تعتقد إننا نتوقف عن فعل الأشياء القيدة لو في خطر أو نستمر في أداءها طبعا هنا عندنا on the night of April 14 1865 يعني في أبريل 14 1965 President Abraham Lincoln was attended the theater in Washington طبعا الرئيس Abraham Dirk كان بيحضر طبعا حفل في Washington in the middle of the performance في النص منتصف الأداء an actor named John Wicker Wicks Puth يعني ممثل كان اسمه John Wilkes Puth seeking to avenge avenge the defeat of the use كان بيسعى ليسعر من هزيمة الجنوب slipped into the president يعني قفض على الرئيس the presidential or the presidential box يعني المكان اللي بيتواجد في الرئيس and shot the president واطلق النار على الرئيس Puth escaped the theater طبعا Puth هرب من المسرح but broke his leg ولكن رجل أصيبت when he leaped from the president's box لما قفض على مكان الرئيس مقعده to the stage من على المسرح five hours later بعد مرور خمس ساعات Puth and his companies arrived البوث ورفققوا وصلوا at the home of a doctor لمنزل طبيب called طبعا Samuel Mudd اسمه Samuel Mudd he knew nothing about the association لم يانمشي عن الاغتيال of the president الرئيس he said ذلك and persuaded the two travelers to stay in his house for the rest of the night طبعا set ذلك يعني set هنا يعني قام بمعالجة قدمه and persuaded وأقنعهم المسافرين أنهما يمكسوا عنده في منزله باقي الليل the next morning في الصباح التالي Puth and his friend using false names طبعا Puth وصديقه استخدموا السماء مزيفة بالذبل طفع الفطورة and departed وهجرهم أو رحبهم but Dr. Mudd who was arrested تم القبض علي taken to Washington يعني خلوه على Washington and tried on that charge that he was a friend of Puth and therefore helped land the association والتهمة بأنه مسؤول أو متورط معهم في قريمة إرتيال الرئيس ويفو مساعدتهم في الخطة he insisted that he didn't ونصر أنه ما يعرفش شيء أو ضبلت عن المكيدة but the court sentences the unfortunate doctor to life imprisonment ولكن المحكمة حكمت بأنه يقتبئت حياته في السجن أو سجنه أبد he was imprisoned يعني in sigen at Fort Jefferson في قلعة Jefferson the warm humid climate يعني تقص warm دافئ humid يعني راتب at the fort في القلعة was a perfect breathing ground for mosquitoes كان بيئة لنمو النموس again and again مرة أخرى these pistis spread yellow fever germans طبعا هذه الحشرات الصفراء طبعا هنا نمت منها جراسين حمى to prisoners للسجناء and the guardace للحراس like Dr. Mood volunteered Dr. Mood تطوع his service بخدمته because he was the only Dr. Ons Island كان هو الطبيب الوحيد على الجزيرة he had to fight the disease كان لابد أنه يحارب المرض even after he was infected himself حتى لو مصب نفسه in spite of the fact that the guardace and other animates called him that لنقل murderer برغم ما كانوا مطلق عليه لنقل أو قاتل لنقل and treated him وكانوا بيعملوا بطريقة سيئة جدا he worked hard to fight the disease كان بيعمل جاهدا لمحاربة المرض طبعا زوجته كان بتعمل جاهدة من أجل زوجها بعمل بطولي after a four year struggle بعد مرور أربعة سنوات من الكفاح she secured a pardon يعني قدمت عذر for him for a crime he never committed لجريمة لم يرتكبها the best title the best title for this passage أفضل عنوان للقطعة is the reason for lincola's assassination يعني أسباب اغتيال lincol لتحرير أمريكا يعني جهده لتحرير أمريكا ولا عندنا هنا a fair trail يعني محاكمة عادلة for unfair man لرجل غير عادل ولا unfair trail طبعا هنا محاكمة غير عادلة for a fair man لرجل طبعا هنا عادل طبعا هنا محاكمة غير عادلة لرجل عادل what was the unfair cause of dr mother's conviction طبعا هي سبب ادنته لغير عادلة he helped both get away ساعدوا في الهرب he helped both assassinate lincol ساعدوا في اغتيال الرئيس he didn't like the present لا يحب he lied to both and his fellow طبعا هنا انه اخفى او اخبأ both و his fellow طبعا قطأ he helped انه ساعدهم get away انه هم يحرب according to the passage وفقا لل passage القطعة both killed lincol because اتلو he was one of lincol supporters من الجاعمين اللي he supporters that defeated the youth كان بيدعم اللي هو الجنوب اللي هو الشمالي او الجنوب المهزوم لان كل هل بيت زاسوس لان كل كان بيساعد الجنوب لان كل defeated the north اضوط لان كون ده كان بيدافع عن الشمال اقطر طبعا طبعا supported the defeated يطل ان كان بيشجع او طبعا support بيدعم اللي هو الجنوب المهزوم the last paragraph البراغرف الاخير represents the crime of the husband قتل الزوغ the life of the prisoners طبعا هنا حياة السجنة the suffering of prisoners طبعا هنا معاينات السجنة the end of the disease نايت المرض طبعا هنا بيدعم اللي هو أو البراجراب يتكلم عن معاينات البريزنر اللي هما السجنة لماذا تعتقد أن دكتور مود فوت يالو فاورت بريك أدفورت جيفرسون ليه تعتقد أنه هو دكتور مودة كان بيقاتل أو بيحارب الحمى أو التشغل الحمى الصفراء في القلعة بسبب البرزنر وعندما كان أصدقائه اللي هما الحراس والسجنة لم يكن هناك أحد أخرى يقوم بيقاتل المرضى يعتقد أنه سيساعد المرضى لأنه لم يريد أن يقوم بيقاتل المرضى يعني لا يمرد طبعا لا لأنه كان الوحيد اللي ممكن يساعد المرضى بعد قرائتنا لقصة دكتور مود نحن نرى أنه كان بيقاتل المرضى إنه شخص رليابل موصوق and kind selfish ناني dependent and careless مهمل violent and intelligent عنيف وزكي طبعا هنا رليابل and kind يعني شخص يمكن الوصوق فيه ويهطوف which of the following sentences is incorrect is correct صح prisoner prisoners or prisons prisons in poor areas are full of disease موم تلين بالأمراد prisoners in the developed areas في المرضى المتحدرة have no care اللي سلا ومعنية prisoners don't suffer in the cells اللي يعانون prisoners they lead a healthy life in their cells بيعيشوا حياة صحية طبعا هي letter a prisons in poor areas are full of disease يعني السجناء في أو السجون في المناطق المناطق السيئة يعني بيعانوا من أمراض the main reason for the spread of the fever السابر 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 الطقس والمكان the warm and the humid climate here the warm and the humid climate طبعا هنا warm يعني دافئ حمد يعني الراتب يعني المناطق الحمد الراتب و الدافئ منسبة للترانسل the housing problem has forced many young people to reject marriage يعني this is because it's difficult for a young man to buy a rent a flat أكبرت مشكلة الإسكان عديد من الشباب على العزوف عن زواق وهذا يسبب أنه أو بسبب أنه من الصعب الشباب أن يشتري أو يستأجر شقة طبعا هنا مشكلة الإسكان طبعا أكبرت العديد من على الإضراب عن الزواج طبعا هو مشروع والعزوف عن الزواج من أكبرت طبعا تدعو العديد طبعا خطأ هي letter is correct هي أكبرت مشكلة الإسكان عزوف الشباب عن الزواج بالنسبة عندنا number 32 most of the working women in Egypt soldier or shoulder many responsibilities dividing their time between their work and bringing up their children غالبية السيدات العاقلة طبعا هنا أو العاملات في مصر تأخذنا مسؤوليات عديدة موحدة طبعا هنا موحدة لا طبعا هنا ربين يعني مقصومة كسير من السيدات العاملات في مصر تحملنا مسؤوليات عديدة فأوقات هنا مقصمة ما بين عملنا وتربية أبطفال هنا طبعا عندنا معظم السيدات طبعا المصد معظم ما قالش كسيرا أو بتسويها مرضو مصد أو كسيرا من السيدات في مصد تتحملنا 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 هنا لأن تتحملنا في الماضي هي طبعا هنا shoulder في present طبعا هنا تحملنا الخطأ مسؤوليات عدم في قصمنا أو وقت هنا ما بين عملنا ودربية أبناء أطفال هنا عددا من النساء طبعا هنا معظم أو كسيرا من يبقى تحملنا لتر طبعا أضاق من لتتحملنا لأن في present يعني ليست past ماضي بالنسبة عندنا للجزء الأخير أخير رغم التقدم الذي حققه الإنسان في جميع المجالات إلا أنه ما يزال يقف عاجزا أما بعض الكوارثة الطبيعية بقى of the despite of طبعا despite ما يجيش معا of هي in spite of لكن despite ما ما بقيش معا حرف قر أو ما مجيش معا حرف قف روح موما بقى in spite نقصة طبعا the of in spite p مع of يبقى عندنا letter p و d despite the progress man has achieved in all fields they still طبعا هنا still لكن هنا still يصرق هي still ما زالة يبقى عندنا correction letter a letter p تعتبر الشائعات أحد العوامل التي تؤدي لعدم استقرار المجتمع وخاصة إذا كانت تؤدي أو توزي جميع أفراد المجتمع طبعا هنا rumors are one of the main elements that lead to the society's stability طبعا لاستقرار روبولك عدم استقرار يبقى in stability rules طبعا رومر روز بزئير طبعا دي أيضا خطأ رومر are one of the main elements that lead to the society's instability especially if they hurt all the society's members طبعا الْكوريكشن عندنا لترتي منسبة لغوز الخاص بي ريدر if you wear بيب لو انتم مكان بيب would you pity miss هافيشام حل تطعطف مع miss هافيشام why or not طبعا هنا of course i will pity with this woman because she is a human being يعني هي إنسان who was the victim of a thief لأنها كانت ضحية لس who stole everything or who stole not only her money but he stole also her heart are you surprised that miss هافيشام seemed to feel sorry for bebe هل انتم مندهج إن miss هافيشام بتبدو إن هي متعطفة أو بتشعر بالأسف تجاه بيب طبعا هنا yes because she all the time wanted to revenge on men دايما كانت بتحب تصقر من الرجال who hurt help أو من المسؤول لأنهم أزوها أو جرحوها مرة تانية يبقى yes has she yes as she wanted to all the time to revenge on men تكنت دائما بتسعى إنها تسعر من الرجال write six lines on the following topic اكتب ست سطور عن الموضوع tourist attractions in Egypt معناطق جذب السياحي في مصر وعنده موضوع سهل جدا ومن هنا وصلنا لنا حلقة اليوم وانتظروا مع حلقة أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر